اشتركوا في القناة امطار رعدية بالنسبة للهداب الغربية اما بالمناطق الوسطى سحب عابرة ايضا احتمال امطار محلية نحو السواحل الامطار ستكون على شكل زخط رعدية خلال الظاهرة بالنسبة للهداب اما بالمناطق الشرقية الاجواء ستكون غائمة على العموم مرفقة بزخط من الامطار الرعدية المحلية بالسواحل الامطار ستكون معتبرة محليا بمنطقة الاوراس خلال الظاهرة ايضا قد تتساقط حبات البرد يجب أخذ الحيطة والحذر أما جنوبان أجواء مشمسة هذا بعد الصحب بدون فعليا نحو الصورة أقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتاسيلي 8 درجات فقط ستسجل خلال ليلة اليوم بالبيت ما بين 12 إلى 15 بسواحل 10 درجات بتيارة والجلفة 12 بقسنطينا وباتنا جنوبان لن تتحدى 14 بالجنوب الغربي 17 بشمال الصحراء 28 درجة بالجنوب الشرقي وتصل إلى 29 درجة مقياس بأقصى الجنوب أما عن الحرارة القصوى ستبقى تقارب المعادلة الفصلي بينما تعرف الخفاة طفيف نحو قسنطينا حيث لم تتعدى 19 درجة 29 درجة بباتنا 28 درجة بالطرف عنابا إلى غايد جيل 23 درجة بالعاصمة 24 درجة بتزيوزو البويرة ووهران 21 درجة فقط بالبيت جنوبان 31 درجة ببشار وغردايا 32 درجة بالبسكرة الواد تقرد حتى بتندوف 35 درجة بإنسالح وتمنرس وترتفع إلى 43 درجة أجواء حرى بأقصى الجنوب البحر سيكون قليل الاتراب لمطارب نحو سواحل الشرقية رياح ضعيفة لمعتدل نحو سواحل الوسطى هنا تكون ضمن تيارات غربية تماما هذا بالنسبة لداخل الوطن أما بالنسبة لقارة آسيا خلال يوم الغد أجواء غائمة ببيكين بـ 30 درجة أمطار راضية بنيوداله بـ 35 درجة نفس الأجواء بـ هونكوك 27 درجة أمطار راضية أيضا ببونكوك بـ 37 درجة 33 درجة دائما مع أمطار راضية بمانيلا وكذلك بجاكارتا ومشمسة بسنغافورة وكولومبو بـ 32 درجة نعود إلى أرض الوطن وقت شرق الشمس بحتى الغد سيكون في حدود ساعة الخمسة صباحا و35 دقيقة هذا على مستوى العاصمة وضوحيها والغروب على الساعة سابع مساء و54 دقيقة